أكد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لواء أركان حرب وليد أبو المجد أن مصر خططت لتعظيم مواردها من خلال مشروعات زراعية وحيوانية وسمكية تقفز بها خطوات للأمام للسد أو تقليل الفجوة الغذائية كما أشار إلى أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بتأسيس مشروعات زراعية حديثة تستهدف منها الأمن الغذائي سيادة الرئيس تنفيذا لتوجهات سياداتكم المستمرة ومساهمة مع أجهزة الدولة المختصة في وضع نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لأبناء وطننا الغالي مصر خاصة في ظل التدعيات العالمية الحالية وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي فإن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قام بتأسيس مشروعات زراعية حديثة نستهدف منها أمننا الغذائي واسمحوا لي سيادتكم أن أستعرض أهم هذه المشروعات زراعة ربعمائة ألف فدان حالياً بواسطة القمح والمحاصيل الحقلية المتنوعة منها تلتمائة ألف فدان بجنوب الوادي بالإضافة للمساحات المنزلعة بالصعب الزراعية والأراضي المفتوحة بكل من النبارية ووادي الملاك ووادي النطرون والتل الكبير ووادي الشيح ومزرعتين الإرادة وتحيا مصر مشروع استصلاح وزراعة مليون فدان بالتعاون مع العيلة الاندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة والجهات المعنية بالدولة مخطط زراعة ستمائة ألف فدان بتوشكة علاوة على ربمائة ألف فدان جالس استصح حاليا ضمن 2.2 من 10 مليون فدان بمشروع الدلتة الجديدة العملاق بمنطقة الضبع